سؤال عن زكاة المهر المؤخر بالنسبة للمهر المؤخر هل فيه زكاة؟ الجواب على هذه المسألة بالترتيب التالي أولاً إذا كانت المرأة قد تركت المال عند الزوج ولم تستلمه برضاها فإنه يجب عليها أن تزكي هذا المال إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول سنوياً أو كان دون الحول لكن إذا ضمته إلى ما عندها من مال وجب عليها أن تزكيه لماذا؟ لأن هذا في حكم المقبوض وهي التي باختيارها تركت المال عند الزوج أما إذا كان المهر مقسم إلى مقدم ومؤخر وهي استلمت المقدم ولم تستلم المؤخر والمؤخر هذا تستحقه بأحد الفرقتين إما الطلاق وإما الموت فهل فيه الزكاة؟ قولان لأهل العلم من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجري عليه كما يجري على الدين فإذا كان الزوج مليء وقادر ومعترف بالمال قالوا يجب عليها أن تزكيه إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحوء أو كان عندها مال إذا ضمت هذا المال إلى ما عندها بلغ النصاب فيجب عليها أن تزكيه القول الثاني قالوا بأن من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك والملك هنا غير مستقر لأن المؤخر هذا قد يجحده الرجل أو قد يموت ولا يخلف مالا أو قد تتنازل المرأة عنه أو قد تخالع عليه ولذلك قالوا لا تجب فيه الزكاة وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح ولذلك إذا استلمت المرأة المؤخر زكته عن سنة واحدة فقط والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر